اهلا بكم في النشرة الرياضية أقيم صباح اليوم مهرجان التحدي الإعاقى 2013 بتنظيم من الاتحاد الرياضي للأمن العام وبالتعاون مع مركز التأهيل الأكاديمي والمهنية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك على صادة الاتحاد البحريني لرياضة المعاقينة حيث تضمن المهرجان مشاركة واسعة وكبيرة من قبل الاتحاد الاتحاد البحريني لرياضة المعاقين بالإضافة لمشاركة عدد من مراكز التأهيل والمدارس الخاصة كما شهد المهرجان وإقامة عدد من العاب الرياضية المختلفة أعلنت حلبة البحرين الدولية خلال مؤتمر صحفي عقلته في مقر الحلب عن انطلاق الفعاليات الموسم الخامس من تحدي كأس بورش جي تي ثري للشرق الأوسط حيث من المتوقع أن تشهد دورة هذا العام سباقات شيقة للغاية وإطلاق الجيل الجديد من سيارة بورش ناين ون ون هو يشارك للمرة الأولى في سباق عشرين سائقا يمثلون 11 دولة بما فيهم نخبة من سائقية الإمارات والسعودية ولبنان والبحرين تغلب فريق النصر لكلة الطائرة على فريق لبستين بثلاثة أشواط مقابل شوطين في النهاية الأول ضمن البطولة التنشيطية على كأس الاتحاد البحريني لكلة الطائرة يذكران اللقاء الثاني سيقام في الأول من ديسمبر ترجمة نانسي قنقر